عدن بوابة المدنية اليمنية هكذا تقول المرويات والسرديات عن المدينة التي أطلق عليها اليمنيون أوصافا عديدة من بينها ثغر اليمن الباسم إلا أن الثغر عدن في اللحظة اليمنية الراهنة جريح ودام ولا يبتسم يتسع شرخ الجريمة السياسية في عدن وتستيقظ المدينة التي تتموضع في بحر العرب على صوت الرصاص والانفجارات والتي تقتات على أرواح مدنيين عزل لهم أنشطة سياسية ودعوية سلمية هوية الضحايا الذين تقتالهم آلة القتل في عدن تشير إلى أن ثمة جريمة سياسية منظمة تمارس الإغتيالات السياسية في ظل دور ملتبس للأجهزة الأمنية وما يعرف بقوات الحزام الأمني الممولي من الإمارات تتركز آلة الإغتيالات في الجنوب بشكل عام وعادا بشكل خاص على كوادر حزب الإصلاح وما يعده الكثير تصفية سياسية لها علاقة بتكريس اللون الواحد والصبغة الواحدة في عدن المتعددة والمتنوعة وأغراض أخرى في نفس الممول بحسب متابعين بات من الضرورة أن تتم المكاشفة بين الإصلاح وشركائه في الشرعية جراء ما يتعرض له الحزب قيادة وأعضاء ومناصرين من عمليات استيصال ممنهجة في الجنوب لا تعليقات من الجهات الرسمية حكومة ورئاسة بخصوص الإغتيالات التي تشهدها عدن ورغم الاجتماع الرئاسي مع القيادة الأمنية في عدن إلا أن وطيرة الإغتيالات لم تتوقف وتمضي كما يريد لها مخرج الجريمة السياسية التحالف العربي الذي تتمركز قيادة قواته في عدن وتحديداً القوات الإماراتية التي تتحكم بخيوط اللعبة الأمنية في العاصمة المؤقتة تبدو رعية بشكل مباشر للإغتيالات التي تشهدها المدينة منذ تحريرها من الميليشيا وخصوصاً أنها لم تبدي موقفاً يذكر تجاه ما يحدث في عدن اشتركوا في القناة